هل تريد أن تتعلم العلم الصحيح الخالي من البدع والمحدثات فعليك إذن بأخذه عن العلماء الثقات المتبعين للقرآن والسنة بفهم سلف الأمة ومنهم الإمام المحقق أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي المشهور بابن قيم الجوزية ولد في سابع صفر سنة إحدى وتسعين وستمائة وسمع الحديث واشتغل بالعلم فبرع في علوم متعددة لا سيما علم التفسير والحديث والأصلين أصول الدين وأصول الفقه فصار فريدا في بابه في فنون كثيرة أخذ ابن القيم عن كثير من علماء عصره منهم والده أبو بكر بن أيوب والحافظ الذهبي ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية وكان من عيون أصحابه وتتلمذ له خلق كثير منهم ولده برهان الدين وابن رجب الحنبلي وابن عبد الهاد الحنبلي كان متقيدا بالأدلة الصحيحة معجبا بالعمل بها غير معول على الرأي صادعا بالحق لا يحابي فيه أحدا قال ابن كثير وبالجملة كان قليلا نظير بل عديم النظير في مجموعه وأموره وأحواله والغالب عليه الخير والأخلاق الصالحة وقال ابن حجر كان جريء الجنان واسع العلم عارفا بالخلاف ومذاهب السلف له مؤلفات كثيرة دائعة منها تهذيب سنن أبي داود وزاد المعاد في هدي خير العباد وإعلام الموقعين عن رب العالمين والطرق الحكمية وغيرها من الكتب النافعة الماتعة وجمع مع علمه حسن الخلق قال عنه ابن كثير كان حسن القراءة والخلق كثير التودد لا يحسد أحدا ولا يؤذيه ولا يستعيبه ولا يحقد على أحد وكان كثير العبادة قال ابن رجب كان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى وتأله ولهج بالذكر وشغف بالمحبة والإنابة والاستغفار والافتقار إلى الله والانكسار له توفي رحمه الله ليلة الخميس ثالث عشر من رجب سنة إحدى وخمسين وسبعمائة من الهجرة ودفن بدمشق بمقدرة الباب الصغير